هلا يا شباب اخبركم ما عاملين ايه? النهاردة بازن الله هنعمل الشوز وهنعمل الطوق بتاع الرأس. اه نخلص طبعا الفستان اهو زي ما انتم شايفين. وصورناه. وهينزل بعد الفيديو ده ان شاء الله. بقية التفاصيل. الشوز ده اللي احنا هنعمله النهاردة. انبصوا جميل خالص وكيوت ازاي. اه لطيف قوي وكعب لطيف كده بطريقة مبسطة جدا. اه تمام. هنعمل النهاردة الشوز. اوكي اللبينة وهنعمل التوق بتاع الرأس. ان شاء الله الفيديو ما يطولش معنا. طيب دلوقتي انا هقول لكم انا اشتغلت بايه? وانتم هتعملوا اه نفس الخطوات لو ما عندوكم نفس الخيط لو ما فيش نفس الخيط فبالنسبة لكم هتستخدموا الخيط المتاح بالطريقة اللي انا هقولها. اه انا طبعا دولات انا ما عنديش ابيض حاليا غير ناكو برلنطة. البرلنطة طبعا سميك فبستخدموا له ابرة واحد وتسعة من عشرة اللي هي بتاعت اوكي فاللي انا هعمله ده على المقاس اللي انا عملته بالناكو برلنطة. انتم هتعملوا نفس الطريقة لو عندكم خيط اه سمك وقال. اوكي? انا هعمل دلوقتي اه تسعة سلسلة. انا بعمل السلاسل. وبقيس على ده 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 مشت الرجل. بقيس على بطن الرجل من تحت كده السلاسل. اوكي? اه لحد ما اشوف لحد ما تبقى من الوش للكعب. اوكي? من تحت كده كلها السلاسل بالطول. لانا انا قس اطلعوا معايا تمانية وعمل سلسلة اه سلسلة زيادة علشان الشغل يعني. اوكي? بعمل تسعة سلسلة. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. اوكي? هعدي اول غرز سلسلة وهدخل من التانية اعمل سبعة حشو. دي كده اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمام? وبعد كده هعمل آآ تزايد سلاسة في اخر غرزة يعني هعمل آآ تلاتة حشو في نفس الغرزة. دي كده اتنين تلاتة دوش الشوز. اوكي? انتوا هتعملوا نفس التزايدات ونفس كل حاجة. ونفس الحشو كلام ده كله. بس آآ آآ عدد السلاسل ممكن يختلف معكم. بعد كده اعملت اتأملت في اخر غرزة آآ تلاتة حشو. هارجع على السبعة سلاسل فضلي من ناحية التانية هعمل سبعة حشو. ممكن تستخدموا خيط نفس السمك وتريحوا دماغكو يعني. اوكي? ادي كده واحد. اتنين تلاتة آآ انا نسيت اقول لكم. انا قلته في الفيديوهات التانية. انا شنكات لغبات. ده خيط سرمة. خيط اسمه خيط سرمة. تمام? ده خيط رفاية عكية جدا وبيلمع في منه فضي في دهبي فيه الوان كدير جدا. آآ ورخيص مش غالي وهتلقوه عند الطوع كولف. عادي. فاآ آآ ده انا انا دخلته دلوقتي مع الخيط البيض. انا ممشي الطرفين مع بعض. علشان يديني لمعة آآ لطيفة كده آآ للشوز. تمام? انا ممشي الطرفين مع بعض. بصوا كده. اهو. فين اهو? شايفين? انا حايتوك من بعد ما شايفكم ما تحينه او لا. علشان بيدي لمعة لطيفة جدا للشوز. يعني آآ كأنه في الموظمة انها كانت جاز مأزاز وكده. طبعا احنا مش نعرف نعمل جاز مأزاز دلوقتي فالمتاح. آآ اوكي عملت تلاتة. آآ دي. اربعة. خمسة. ستة. سبع. بعد كده هعمل في اول غرزة من الناحية التانية واحنا بنلف الشغل معنا. هعمل غرزة تزايد. وبعد كده هعمل ستة واحد. تمام? بعد كده هعمل تلاتة آآ تزايد. بصوا سرمة باينة ازاي في الشغل. هوريكو. بصوا. بصوا باينة ازاي وعملة لمعة لطيفة جدا. هي دي طالع برة دي مش جوة الشغل. بس هي اللي جوة جميلة جدا ومديها لمعة لطيفة قوي يعني مش هتاخدوا بالكو منها في الكاميرا بس هي على الطبيعة عظيمة. انا عملت تزايد واحد. اه دي. التاني. وادي التزايد التالت. وبعد كده هعمل ستة حشو تاني. من الجنب التاني يعني واحد. ستة وبعدين اعمل غرزة تزايد في اخر غرزة. اوكي? بعد كده هعمل دور حشو على الغرزة الخلفية. لو انتوا هتشتغلوا الجزمة. الشوز ده هتشتغلوا على العيدل اعملوا خلاص يا عام انت وهو العصفير معنا في كل فيديو على فكرة. لو هتعملوا الشوز على الغرزة على الغرزة الامامية على الغرزة العدلة. يعني الغرزة العدلة دي اللي تبقى بينا. هتعملوا دور ثابت على الغرزة الخلفية. على الباكلوب اللي وارده. تمام? لو هتعملوها على الامامية على قصدي على المقلوب على الغرزة دي. يبقى هتعملوا دور ثابت على الغرزة على الغرزة الامامية اللي انا هعمل عليها دلوقتي. طبعا انا بقول ده في كل فيديو بس انا هوريه لكم تاني. الغرزة فيها فيها طرفين. الطرف الخلفي والطرف الامامي. تمام? لما نيجي اشتغل للغرزة خلفية بنخش في الخلفي كده من جواها. خش من جواها ونشتغل على الخلفي. عشان نسيب ده. نسيب الطرف التاني عشان هنشتغل عليه حاجات تانية. لكن دلوقتي اما نيجي نشتغل على الامامي هندخل من قدام كده اهو. اهو. كده. تمام? وابتدي اسحب الخيط. واشتغل اه دي غرزة حشو. اتنين. تلاتة. بصوا على الامامية شايفين خلفية بين ورس زي متسابة. تمام? دول كده اتنين وعشرين غرزة حشو. اه هخلصهم وارجع لكم بتاني على الغرزة الامامية او الخلفية على حسب عداد شغلكم. تماما انا كده خلصت دور اللي ثابت على الغرزة الامامية شايفين الغرزة خلفية متسابة ازاي? والغرزة وقفت كده. تمام? هنبتدي ان احنا نشتغل دور حشو ثابت على الغرزة كلها على اتنين وعشرين اه غرزة. كيف ادخل في الغرزة كلها هو حشو عادي. هكمل اتنين وعشرين. اه تمام? خلصت دلوقتي الدور اه لبعده. هنعمل خمسة حشو. تمام? واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعدين هنعمل خمسة تناقص. هادي واحد اتنين. هكمل بقية الخمسة. لا قصدي ستة تناقص. ستة تناقص. هكمل بقية الستة. وبعد كده هعمل اه خمسة حشو لغاية ناعة الدور. واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبعد كده هعمل غرزة منزلقة. وسلسلة تأجيد. واسحة خط طويل. واقص. السرمة بيفرهضني شويها. عشان اه عشان هو بيبقى ناشف يعني. اوكي بعد كده هنعمل ايه بقى? هنسحب الخيط ده على تحت. ازاي? كده? وبدخل في الغرز. واسحب. وهطلعها منين? هطلع على الخيط منين? بصوا. هعد عشر غرز تحت على الغرز اللي انا سايبها. الغرز الخلفية اللي انا سايبها دي. هعد عشرة كده واستنهم في النص وراء. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. يبقى هطلع من هنا. من الغرزة دي. تمام? اهو. اخد الخيط. وهنبتدي هبتدي اشتغل عشرة حشو. هعمل السلسلة الاول ارتفاع وبعد كده هعمل عشرة حشو. آآ على الغرز على العشرة غرز اللي وراء دول لشان اعمل مع اليوم الكعب. دي كده تلاتة. انا ما عملت لكمش الموضوع بطريقة كبيرة يعني عامله بطريقة مبسطة جدا علشان آآ ما التفاصيل ما ما تفرهتكمش. وما حدش يبقى مقتيه ولا عارق مش عارف يروح فين وكعب يبقى صعب او ايا كان تفاصيل الشوز. فعملتها بطريقة بسيطة جدا ولطيفة وشكلها شيك في نفس الوقت. وبروفيشنال برضو. هادي اخر غرزة. هلف الشغل ومش هطلع بسلسلة هعدي اول غرزة حشو وهدخل في التانية على طول. وهعمل برضو عشر حشو راجع لغاية نهاية الدور من الناحية التانية. تمام وبعد كده هعمل سلسلة سلسلة واحدة بس ارتفاع وهاجي الناحية التانية كده من الحرف بتاع الكعب وهروح ساحب وهعمل منزلقة كده انا ضميت الكعب وسلسلة تأكيد شد الخيط بعد كده هقصه. وهكده دخل آآ الباقي جوه. في الحزاء نفسه. ماشي حاضر. هم متضايقين مني تقريبا. مش بيحبونا صور. كل ما صور. او هم بيجوا في الوقت ده كل يوم وبيعملو كده. انا مش عارف آآ حقيقة ايه ليه. من بعد ما مثلا ساعة موصور كده. او الشوزة اهو بتاعنا بالكعب اللطيف. بتاع له كده اللي بسهولها. هيدخل بكل سلاسل والمقاس مرتاح جدا. اهم حاجة المقاس بمرتاح. لو زبطنا من البداية اللي هبصو دخل ازاي? خلاص? لو زبطنا من البداية مقاس اللي بصو جميل او ازاي? مقاس السلاسل اللي بتبقى تحت في الكعب. هالدنيا هتبقى مرتاحة معنا جدا. بصوا جميل او ازاي? اه. بس احنا هنكمل دلوقتي هنعمل الطوق اللي في الراس. اوكي? اه تعالوا نعمله مع بعض. طيب. طوق هنجيب خيط لبني. انا هخد الخد رفايع قوي والابرة سميكة. اه هعمل سلاسل عدد سلاسل. عدد سلاسل على قد الراس. هوريكم ازاي? واحد اتنين مسلا اهو. ممكن ندخل معها السرمة. هتبقى لطيفة جدا. آآ برضو هتديها لما حلوة جدا. هتديها لما حلوة قوي الطوق ده. اهو. ممكن نعمله على اتنين السرمة. عشان يبقى اوضح في الطوق خصوصا يعني عشان يبقى بيلمع كده في الراس. ادي كده طرفين سرمة. هيبقى احسن كتير. تمام? تبني هعمل سلاسل. بصو واضحة في الخط ازاي عشان لبني? وعشان طرفين? جميلة جدا. سلاسل كده عدد آآ غير محسوب. ونشوف الراس. لسه. بصوا انا عايزها منين لفين? من هنا لهنا. اعمل بيتي السلاسل. اهو كده عملت عدد سلاسل هطلع آآ غرزتين كده سلسلة كمان. وبعد كده هبتدي اعمل نص عمود. هتخطى اول سلسلتين ان انا عملتهم دول. وهبتدي اعمل في كل دور نص عمود. غرزة نص عمود على السلاسل آآ كلها. هخلص بيتي السلاسل. آآ خلصتها وعملت منزلقة في اخر غرزة ودي سلسلة تأكيد. وهسيب آآ خيط طويل علشان اعرف آآ اخياتها. تمام? اهو. والله العظيم ما بيتكلموا غير مقابلين. اهو ما بفتح الفيديو. يعني بفعلوا ساكتين. ويستاني افتح الفيديو ويفضلوا كده يتكلموا جميل. بيزعقوا تقريبا. آآ طيب اهو. هم كده دخلتها اهو في الابرة هبتدي اجيب رأس الاستاذة. انا مش عارف هزبطها ازاي دلوقت ستحت الكاميرا حقيقي. هبتدي ان انا احط الطوق بالشكل ده على رأسها. اهو. تمام? آآ طبعا هشيل الحاجات دي. مش مهم ما هشيلها اهو. هبتدي ان انا ادخل آآ بالطوق كده في الراس من هنا. واطلع من الناحية التانية. اهو كده. وهطلع. كويس. وادخل. آآ فيها من الناحية التانية. انا فرهدت البنية معايا حقيقي. وانا بعمل البطوق ده. اهو كده. كويس. وادخل تاني في الراس من نفس المكان اللي خرجت منه. واخرج بقى في اي مكان تاني. نعم. طبعا رأسها بالقطن حقيقي مخبوع مزعج جدا. هي قررت اتقطع لوحدها. انا هسبتها تاني لان هي ما تسبتتش بنفس الطريقة. واده طوق ركب في راس الحلوة. آآ ودي شعر الحلوة. ودي البط بتاع الحلوة ده انا مش عارف ده ايه الحقيقة. فستان الحلوة. الشوز الحلوة اللي اتخلع من رجلها. اللي هركبه تاني دلوقتي واسبته. اهو. شوزي الامر. ودي الحلوة وخلصناها وكانت آآ الحقيقة آآ ورشة استعيد بيها واحنا مكملين بقيت آآ بتوعنا. آآ ان شاء الله ودي كانت بداية لطيفة اصلا يا واحدة جيتا اجيبها لكم. من بعيد. اهي. وسنتريلا الحلوة دي كانت بدايتنا الحلوة. والحقيقة ختم يعني بدأنا بيها وهي ختمت نفسها ختام لطيف جدا. آآ حقيقة مبسوط بيها جدا وبتفاصيلها وشيك كده. وتطبيقتكم كمان جميلة. ويا رب بكون قدرت اختفتكم آآ في الوقت الصغير دا. آآ وهي اللي كانت كنتا با قدود رأيكم. قدود رأيكم في الحلوة. أسوفكم بقى يلا على خير.